بسم الله أهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هنتكلم عن أنواع الإنذار أو الألارمس الموجودة في أنظمة إنذار الحريق زي ما احنا شايفين عندنا ثلاث أنواع في نظام الإنذار الصوتي وفي نظام الإنذار المرئي وفي نظام إنذار الصوتي والمرئي طبعا لما بيحصل حريق أنا بعمل إنذار مرئي أو إنذار مرئي أو صوتي أو صوتي ومرئي بحيث أعمل تنبيه للناس اللي موجودة في المكان عشان أقلل الخسائر وعشان يتم إخلاء المكان طبعا إحنا بنستخدم الأجراس أو البل زي ما احنا شايفين كده على اليسار ألارم بل تمام الجهد الخاص بالألارم بل ده بيكون 24 فولت دي سي وطيار التشغيل حسب الكاتلوجات بيوصل لـ 20 ميلي أمبير طبعا الصوت بيبقى حوالي 90 ديسبل على بعد 1 متر دايما إحنا بناخد الجرس أو ناخد أي حاجة ساوند بنشوف الساوند ليبل بتاعه على مسافة 1 متر من الجرس تمام وتكون الأجراس بتاعتنا لما نختارها شغالة بكفاءة عند درجات حرارة بتصل إلى درجة 50 وبالزاد في الدول الحارة زي دول الخليج لو احنا شفنا هنا إجزامبل للبيل أو الجرس تمام فبيديني الوصف وهنا الـ CFP 6 دي 24 لو شفنا هنا في الـ الـ Operating Voltage 24 فولت دي سي الـ Current Consumption بيكون 25 ميلي أمبير عند 24 فولت دي سي الساوند ليبل من 93 إلى 95 دي سيبل والـ Temperature من سالب 10 سليزيس إلى موجب 55 وده اللي احنا لازم نأكد عليه طبعا ده الـ Suitable for Use with Conventional Fire Alarm System اللي هو الـ Conventional Fire Alarm System Bill فيه نوع تاني اللي هو السرينة وديم دي بنتركبها خارج المبنى بتكون تقريبا على ارتفاع 3 متر والسرينة بيكون فيها فلاش بتدي انظار صوتي ومرئي لو في واحد من ضعاف السمع لو واحد ما بيسمعش او في واحد مش شايف امش سامع الانظار فبتبقى السرينة فيها انظار صوتي ومرئي وتكون برا عشان الناس تعرفوا ان فيه حريق جوه موجود في المبنى برضو نفس القصة تلاقي جهود التشغيل 24 V DC التير المسحوب بيوصل لحد 80 ميلي أمبير الصوت طبعا بيكون حوالي 100 ديسبل مفاكرين كان الداخلي تقريبا 90 ديسبل هنا احنا طبعا خارجي فبنوصل ل 100 ديسبل على مسافة 1 متر دي اشكال مختلفة خاصة بالهورن اللي بيستخدمه في المسافات الخارجية ده الهورن او المايكروفون احنا بنستخدمه في الانظار الصوتي وهنا طبعا في النص فيه فالفلاش الضوئي بستعملها طبعا لو هي ضوئي بس او ضوئي وصوتي لما يكون المكان مزدحم وكمان فيه صوت عالي طبيعته فانا بستخدم انظار صوتي وضوئي لو فيه صم تمام بستخدم الانظار الخاص بالستروب لايت بحيس يبقى فيه فلاش ضوئي وبنستخدمه في اماكن مهمة زي المستشفيات مثلا لو احنا بصينا هنا على استروب لايت او فلاش ساوندر زي ما احنا شايفين هنا اهو الفلاش ساوندر اللي هو اف اكس زيرو زيرو ثلاثة وفيه اف اكس زيرو زيرو ثلاثة دابليو تمام هنشوف ان الابريتنج فولتش بتاعه من 6 فولت دي سي لحد 28 فولت دي سي والكارنت كونسومشن 20 ميلي امبير لما يكون عندي 24 فولت دي سي والابريتنج تمبريتشور ودي مهمة جدا بتصل الى 55 درجة سليزيس دي اشكال مختلفة من الستروب لايت او الاف اكس زيرو زيرو ثلاثة طبعا هنا عشان ضوئي فوحدة القياس بتكون هي الكاندل او الشمعة ويكون الفلاش طبعا متزامن مع موضوع الانذار وبالتالي بيحصل في نفس الوقت بيتم تشغيل موديول بنسميه سينكرونس او السينكرونيزيشن موديول اللي هو موديول المزمنة عشان يدي الكاندل مضبط ده السينكرونيزيشن موديول زي ما احنا شايفين كده ويكون فيه برتوكول طبعا السينكرونيزيشن ده بيكون بيلت ان الانف بي ايه بتحدد كام كاندل حسب نوع التركيب وابعاد الغرفة وارتفاع السقف تمام وفيه جدول بيوضح الماكسيمم يعني مثلا هنا بصينا ده السيلنج ماونت خاصة بالستروب لايت بتاعتي فيه عند الماكسيمم روم سايز بيديني مساحات الغرفة بالمتر طبعا بالقدم احنا نسيب القدم دي نشتغل بالمتر والماكسيمم سيلنج هايت يبقى حسب ابعاد الغرفة يعني مثلا الغرفة ستة في ستة وارتفاعها تلاتة متر يبقى هي عايزة كاندل كام مقدار وخمستاشر اللي هو الميمنيموم ريكوايرد لايت اوتبوت او بينسميها الافكتف دينستي الخاصة باللايت ده لو كان لو احنا شايفين هنا السيلنج ماونتد اللي هو راكب في السقف لو كان وول ماونتد برضو هنا مثلا لو عندي ماكسيمم روم سايز مثلا ناخد بسال اول واحد دي 20 في 20 واللايت بير روم تمام؟ الكاندل هتبقى 15 طبعا هنا بنتكلم على ان في عندي سبيكر بستخدمها عشان اعمل رسائل او رسائل اخلاق للمتواجدين الحورن ده بيكون مناسب في التركيب الخارجي وبيستخدم فيه المصانع والورش وبيكون صوته أعلى احنا لو شفنا هنا الأشكال المختلفة يعني هنا مثلا بنشوف السبيكر دي بتكون داخلي وفي عندي السبيكر هي عبارة عن سماعة ويبقى فيها فلاشنج اللي هو الضوء وبعد كده في الخارجي بنلاقي أشكال مختلفة وأحجام مختلفة من الهورن تمام بنستخدمها في الإنذار الخارجي طبعا لو هركب اندور حسب البريتش ستاندر 58-39 لازم يكون ارتفاع تركيب حاجات دي ما يقلش عن 2.1 من 10 متر من الفينشد فلور ليفل والمستويات بتاعت الصوت بتبقى تقريبا 65 دي سيبل أو بتبقى عبارة عن 5 دي سيبل فوق صوت المحيط يعني احنا غالبا بنستخدم 5 دي سيبل فوق الصوت المحيط بحيث يبقى الصوت واضح عندي ونقدر نحس ان فيه انذار حتى لو فيه ضوضاء أو فيه أصوات عندي موجودة في المكان فهنا عندي بيديني الف بي اي رولز بتديني الافريج امبيانت ساوند ليبل اكوردن تو اللوكيشن بيزد بيديني البيزنس مثلا الركوبانسيز 55 دي سيبل بيديني الاندستيريا مثلا زي ما احنا شايفين هنا الاندستيريا ممكن يكون 80 دي سيبل فيه عندي الستوريج مثلا 30 دي سيبل الطاور 35 دي سيبل الفيكلز اند الفيسلز اخر واحدة دي ممكن توصل ل50 دي سيبل بالتالي احنا شفنا النهاردة او في الفيديو ده مجموعة من المعلومات عن ازاي اعمل الارم خاص بانظمة انظار الحريق الحريق تعرفنا على ان فيه عندي الاجراس او البيلز دي بتستخدمها داخلي فيه الهورن بنستخدمها خارجي فيه نوع اللي هو اللايت او المرقي او الستروب لايت ده عشان نستخدمه فيه الاماكن المهمة والاماكن المزدحمة واللي فيها اصوات عالية او للصم بحيس هو يشوف ضوء ويتعرف ان هنا فيه المكان ده فيه حريق شوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته